شركة الغانم انترناشنال للمعدات وضعت 2700 آلية من معداتها تحت تصرف وزارة وإدارة الدولة في مبادرة لتنظيف وتعقيم المحافظات مساهمة منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وبالتعاون مع بلدية الكويت نفذت الغانم انترناشنال أكبر حملة تنظيف في البلاد شملت رفع الأنقاض ورش الساحات وغسيل الشوارع وإزالة كل ما يشوه المنظر العام حيث بدأت الحملة في محافظة الفروانية انطلاقا من منطقة جليب الشيوخ إلى أن تشمل باقي المحافظات وفق جدول زمني محدد قمنا اليوم بتوفير 2700 معدة لتنظيف جليب الشيوخ على حسب طلب بلدية الكويت وكان فيه هناك اجتماع مشكل من وزارة الداخلية والدفاع المدني وبلدية الكويت واتفقنا على أن ندخل اليوم على تنظيف جليب الشيوخ والحساوي وبعدها رح نطلع إلى مدينة شبت أو منطقة شبت للتنظيف ونمشي اليوم على نفس طلبات بلدية الكويت بالتوجي وإن شاء الله بعدها رح نطلع على مدينة العاصمة للتعقيم هذا التطوع واجب وطني علينا وإحنا اليوم على أوامر العم فؤاد الغانم بتوفير جميع خدمات المجموعة تحت إدارات وزارات الدولة عندنا الآليات رح تكون جاهزة حق إزالة المخلفات والأنقاض وعندنا مجموعة كبيرة من تناكر الماء بعد حق التنظيف والرش والتعقيم جاهزين حتى حق المباني إذا اضطر الأمر البلدية طلبت مننا أي شيء خاص في المباني بعد عندنا الغدرة إن شاء الله نلبي طلبها واليوم كلنا مسخرين الجهود في خدمة الكويت في هذه الأزمة اللي نمر فيها وإن شاء الله نتعدي على خير بإذن الله بناء على توجيهات معالي وزير الدولة المهندس وليد الجاسم وسعادة مدير عم بلدية الكويت ومهندس أحمد المنفوحي تم مصدار أدة غرارات وتعميم لمكافحة فيروس كورونا ومن تلك التعميم التي هي تعقيم جميع الحاويات داخل المناطق السكن الخاص والاستثماري إضافة إلى استمرار عمل الموظفين إدارة النظاف والإدارات الأخرى في عملها وعدم التوقف التعاون مع الأخوة في وزارة الصحة فيما يتعلق في تعقيم المباني التي يتم كتشاف فيها حالات الفايروس إضافة إلى تدريب الموظفين عاملين في إدارة النظافة والإدارات الأخرى على قيادة المعدات وطريقة سخدامها تحسباً لأي طارق إضافة إلى تنفيذ غرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فيما تتعلق بمكافحة فيروس كورونا